نروح لأسئلة المشاهدين لأن برضو يعني زي ما احنا كنا بنتكلم أسئلة حضراتكم بتبقى بغاية الأهمية بتبقى مختلفة فأكيد بنحاول نلم كل حاجة يعني مطروحة ريحانة أو ريحانة عبد الميجيد بتقول صباح الخير كنت عاوزة أسأل دكتور دينا على رائحة العرق الكريهة والنفاذة لها علاقة بنقص الفيتامينات ولا لا ده سؤال حلو على الفكرة جدا أحيانا بتبقى رائحة العرق الكريهة نقص في التمثيل الغذائي نقص في عملية الأيد الميتابوليزم لو أنا ما بحرقش والميتابوليزم شغال كويس ده بيعمل لي تراقم للسموم والفضلات قلت قبل كده أن التمثيل الغذائي من أهم فايده أنه بيزلي السموم والفضلات من الجسم فممكن يكون عندها نقص فيتامينات بي كومبليكس بجميع أنواعه الكوبالمين مهم للتمثيل الغذائي الثايمين النياسين البيوتين الفوليك أسد كل دول بيحولولي الأكل الطاقة وبيدعام لي سرعة الأيد جدا فلو دعامت سرعة الأيد وقتها بتدرط السموم مش هيبع عندها رائحة كريهة أقول ريحانة تقدر تستخدم ألبا مالتي فيت هو كفاية قوي قرص واحد في اليوم ما نقطرش عن كده بعت الفطار بساعة لكوباية مية كبيرة لأن معظمه ووتر صلب الزائب في الماء يعني الإكسيد حتى بينزل في البول ما بتخزنش في الخلايا كذلك كذلك